اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد اهمية مواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة بما يسهم في تمكين وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية حتى الوصول للاهداف التنموية المنشودة للمملكة وفقا لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنفط والغاز ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعدت الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة السيد راسل هاردي الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول حيث لفت سموه إلى أهمية استمرار الجهود والمبادرات الرمية إلى تعزيز الاستثمار في قطاع النفط والغاز والعمل على الاستغلال الأمثلة لمواكبة التطلعات المستقبلية وذلك بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين وأشار صاحب السمو الملكين إبو جلالة الملك ولي العهد إلى جهود مملكة البحرين في مجال الطاقة المتجددة وأهمية تعزيزها من خلال تبني المزيد من الحلول والمبادرات المبتكرة التي تواكب آخر التقنيات بما يعزز مساعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وخلال اللقاء جرى مناقشة آخر المستجدات في مجال الطاقة على الصعيدين الأقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر